خط الدفاع الثالث هو الاقوى اللي ممكن ياخد من ساعات لأيام عشان يشتغل بس ده بقى بيزبطلي البي اتش مية في المية وهي الكينية الكينية بتعمل ايه الكينية عندها اليورين تقول ايه ده انت عندك هيدوجين كتير في الاسيدوزس مثلا خد يابا الهايدوجين دار مية في اليورين بقى ونخلص منه طبعا المفروض نكون عارفين السيكريشن اوف هيدوجين لها لسه الايه في اول الحصة قلتمكوا ارجعوا شوفوا كب بيحصلوا ازاي فانا هقولوا سريعا السيكريشن اوف هيدوجين بيحصل في مكانين في البروكزيمال تيبيول بالسكندري اكتف كاونتر ترانسبورت وفي الديستال تيبيول في الانتركالاتي تسل بالبرايماري اكتف ترانسبورت المهم ان انا هنزل الهايدوجين في اليورين لو انا في حالة ايه اسيدوزوس دي الوحدها حاجة كبيرة جدا لبراně انا في حالة ايه توش له ا Jonah طيب لو انا تسليك تاني حاجة سوري تاني حاجة اللي كنتعملها انها تدي للجسم ما بي شميع مشانا لسه ايه لا ان كنتج commenين بي استخدام him قنع لشان يعمل بي وعش بي物 يسمى باي كارب بفر بافر فى الجسم الهو اشهر بافر فى الجسم الهو موجود فى الاكيستراء السلر الفلويد والانترا سل Solar موجود في البايكارب الكربونيك اسد والسوديون بايكاربونات عشان اعادل اي اسد او بيز موجود على طول يبقى البايكارب ايون ده مهم جدا الكني بتصنع بايكارب جديد وترجعه الجسم او بتسحب البايكارب من اليوران يعني تعمله ريقة بزرورشان وترجعه الجسم ازاي هي دي بقى الفكرة ازاي افرق بين ان الكني عملت ولا الكني عملت سيكريشن او الكني عملت جينيريشن صماعي الجديد هي الكنسيبت عبيض جدا 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 فكلين الرسمة دي اللي كنا عاملينها في خلية اي خلية موجودة جوة اي خلية اي خلية موجودة مثلا خلية هنا بيبقى على جنب في ناحيتين في ناحية الانترستيشيوم اللي هي بعدين بيبقى البلد وفي ناحية الانترستيشيوم اللي هو على جوه فانا هنقول ايه الانترستيشيوم ان البلد بيبقى فيه سي او تو والهو اسدك السي او تو ده يدخل جوه الخلية حلو فاش حاجة سهلو وبعدين هيتفاعل مع المية وبعدين في وجود انزيم اسمه كربونيك انهايدريز يديني اتش تو سي او ثري وده يتكسر يديني هيدروجين ويديني اتش سي او ثي الهايدروجين ده هرجعه الجسمي ولا هعمله سيكريشن هعمله سيكريشن هنزله كده 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 الهايدروجين سيكريشن عشان ينزل في اليورن طيب البايكارب البايكارب ده انا عايزة ارجعه الجسمي كده كده انا محتاجه مش هرميه في اليورن انا كده كده البايكارب هرجعه فاش كده ولكن هنا بقى تيجي الزتون الهايدروجين مينفعش يمشي لوحده خالص في اي حتة مينفعش في التيوبيل الفلود الاقي هيدروجين كده ماشي لوحده لازم امسك الهايدروجين في حاجة وهو ماشي والله لو الهايدروجين قررت ان انا امسكه في بايكارب موجود اصلا هو كان موجود في التيوبيل الفلود ما هو موجود مش انا قلت ان بايكارب ده موجود في كل حتة موجود قررت ان انا امسك الاتنين دولت في بعض عشان اعمل اتش تو سي او ثري خلاص ده اللي يمشي وينزل في اليورن يبقى انا كده استهلكت بايكارب مع هيدروجين عشان ارجع البايكارب دي للجسم هيدروجين انا كده كده البايكارب ده هيرجع لو انا استهلكت اصاده بايكارب يبقى انا هسمي العملية دي كأنها اعادة امتصاص كأنها ري أبزوربشن ليه هو ري أبزوربشن معناها ايه؟ معناها ان انا اخدت حاجة من تيوبيل الفلود اخدت حاجة من اليورن ورجعتها للجسم هو انا هنا ما اخدتهوش ورجعته لا انا هنا حطيت بايكارب يعني السي قوتو تكسر وداني بايكارب وانا رجعت البايكارب للجسم ري أبزوربشن رجعته للجسم واستهلكت بايكارب عشان اعادل الهيدروجين ده يبقى انا كأني شلت بايكارب من التيوبيلر فلود ورميته في الدم كأني عملت ري أبزوربشن فهمتوا الفكرة؟ يبقى امتى هقول ري أبزوربشن؟ لما استهلك بايكارب هنا والبايكارب يرجع للدم انما لو انا قلت لا لا خليني محافظة على البايكارب ده بلاش استخدمه؟ واستخدم اي حاجة تانية مثلا 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 امونيا ده امونيا عشان امسكه في الهيدروجين يديني ان اتش فور والان اتش فور ده برضو نيجاتيف يمسك في سي ال ان اتش فور سي ال ده اللي ينزل في اليورن في الحالة دي هل انا استخدمت البايكارب خالص؟ لا ما استخدمتوش خالص الحمد لله حافظت عليه جوه اليورن يبقى انا كده البايكارب رجعته للجسم من غير ما استهلك بايكارب تاني يبقى انا كده كاني رجعت الجسم بايكارب جديد من غير ما استهلك قصاده اي بايكارب فده اسمه جينيريشن اوف بايكارب يبقى هيا بقعده انا كده كده هرجع يعني السيقوتو هتدخل جوه الخالية هيكسر يديني هايدروجين وبايكارب الهايدروجين حرميه في اليورن بايكارب محرجعه الجسم كده كده البايكارب هرجع في جسمي لان جسمي محتاجه ولكن هل انا اصاد البايكارب ده استهلكت بايكارب من اليورن لو استهلكت يبقى انا هاسمي كاني شلت وحطت واحد بس لو ما استهلكتهوش واستهلكت حاجة تانية مكان ويبقى انا كده اضفت بايكارب جديد لجسمي يبقى انا هاسمي ده جينيريشن هي بسيطة جدا وسخيفة جدا تعالوا ناخد مثال على الري ابزوبشن ومثالين على الجينيريشن اشتركوا في القناة